مقابل سفر حتى دقيقة الاربعين عندما تمكن فريق الرجاء البيضوي من افتتاح حصة التسجيل على اثر هجوم منسق قد هنا اللعب سمي تجدين هنا تمريرة طويلة وابو شروان يتمكن من احراز الهدف الاول في مرمى الحرس بنزكري واحد مقابل سفر هدف رائع لهشام ابو شروان في الدقيقة الاربعين واحد مقابل سفر حتى دقيقة الشوط الاول الشوط الثاني الدقيقة الرابعة وستون اللعب كامروني فرانسوا يضيف الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء البيضوي اهدف رائعة فعلا خلال هذه المواجهة يبقى هذا اجملها ابو شروان هنا في الدقة السبعة وستين من بعيد لتستقر الكرة في مرمى الحارس بنزكري فرحة حبيلة للجمهور الرجوي الاعادة بالعرض البطيء ربما كان هذا واحد وبين اجمل اهداف هذا الموصل بعد ذلك تحول اللقاء الى حصة سدريبية بالنسبة لفريق الرجاء البيضوي جريندو هنا يقود هجوما سينهيه ابو شروان بهدف رابع لفريق الرجاء البيضوي والهدف الثالث له اربع مقابل سفر النتيجة النهائية الرجاء البيضوي الثالث في الترتيب العام تعادل الانسلبي بمدينة سطاتو امام جمهور المتوسط عرض قوي لفريق الرجاء البيضوي امام نهضر ريادة المحلية وسيطلح من خلال هذا الملخص السيطرة المطلقة لفريق الرجاء على المجرية اللقاء والبداية كانت دائما عن طريق الجاد يسرى والتمريرات الجانبية لالعب السلوب بالمقابل حاول فريق نهضر الطالف الشوط الأول الوصول لمرمع الحارس الشدي لكنه وجد صعوبة كبيرة امام سيمة الدفاع فريق الرجاء البيضوي ودائما نمحنا الدفاع فريق نهضر صادح امام دفاع لايبي فريق الرجاء البيضوي وردود في عساري علي الحارس دريس بنزكري هنا تمرير لللاعب تجدين ولاحدوا الطريقة التي سيسجل بها اللعب ابو شروان في مرمع الحارس دريس بنزكري لراوعة اهداف فريق الرجاء فادي المباراة سنعيدها اكثر من مرة بعد ذلك حاول فريق نهضر صادح تذيروك الموقف ودائما نفس الصعوبة للوصول لمرمع الحارس الشدي هنا احسن فرصة بوسطة عميد فريق مورابي وضلت هجومات فريق الرجاء تكتلسي طابع الخطورة هنا الظاهر ايصر الحيمر بقليل من الحد كان بإمكانه اضغط هدف تاني اصاب واحدة السفر بعد فريق الرجاء هي نتيجة الشوط من هذه المباراة في الجولة التانية سيطرة مطلقة لفريق الرجاء المجرية تلقى عميدة واحد اثنين بين عمر نجاري والكاميرون فرنسوا هذا الاخير يوضع كرة بكل هدوء في مرمى الحارس دريس بنسكري وفرح على الطريقة الرجاوية والواقع في الحارس دريس بنسكري كان في محنتين في مباراة اليوم امام المهارات كبيرة للاعب فريق الرجاء هنا تمرير اللاعب جيريندو في اتجاه ابو شروان ابو شروان لاحظة خروج الحارس دريس بنسكري على طريقة اللاعبين الكبار يضيف هدف اخر للرجاء اهدف من هذه الطنع لم نشاهدها منذ امد طويل في المدينة الرياضية الوطنية وفرحة كبيرة القنصر فريق الرجاء عقبت جيل هذا الهدف التالي وظلت السيطرة لفريق الرجاء مئة في المئة جيريندو يهدي قورة جميلة للعب ابو شروان الذي يسجل ارابع هدف في المباراة والتاليث له في هذا اللقاء والواقع في الرجاء بالرغم انه حقق الاهم بفوز من اربع اصابة لا سابر فقط امتع الجمهور الحاضر مدينة الستات وخيبة امل كبيرة للحاريس دريسنسكري الذي بالتأكيد سيتذكر طويلا من هذه الاهداف الجميلة ما تبقى مدقق هذه المباراة عرفة ميل فريق الرجاء لنهجي الاستعراضي لتنتهي المباراة بفوز عريض ومنطقة مستحق للرجاء على النهضة الرياضي استاتياء بحصة اربع اصابة لا سابر لتبقى حضوط فريق الرجاء قائمة حول السراء على رقب هذا الموسم